تفاجأت الجماهير الجزائري اليوم لغياب الصغير إبراهيم مازا من القائمة المعنية بمواجهة منتخب الطوغو حيث لم يكن اسمه لا في القائمة الرئيسية ولا مع الاحتياطيين الأمر الذي أثار الشكوك لكن المعالق حفيد دراجي ذكر سبب الاستغناء عن مازا اليوم وقبل التفاصيل لا تنسوا الاشتراك في القناة ولايك للفيديو وترك تعليق وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد إذن ورغم أن لعب إيرتا بيرنان ألماني خطف الأنظار لدى مشاركته بديلا في آخر دقائق لقاء الخامس الماضي أمام الطوغو بعنابة ونجح يومها مازا في تقديم تمرير مفتاحية بطريقة ذكية جاء منها خامس أهداف المنتخب الوطني غير أن بيتكوفيتش أعفى صاحب الثمانية عشر ربيعا من مواجهة اليوم في خطوة لم تكن متوقعة لا سيما وأن الفاف لم تعلن في وقت سابق عن معاناة مازا من مشاكل صحية وقال حفيد دراجي خلال تعليقه على المباراة إن سبب عدم إشراك مازا اليوم من أجل حمايته من طرف المداري بيتكوفيتش الذي يبدو أنه يريد إدارة عملية إدماجه تدريجيا والحفاظ على اللاعب الشاب للجولة القادمة ولكن الأنصار لم يقتنعوا بذلك وتمنوا لو لعب مازا ولو لدقائق حتى يتعود على الأجواء في إفريقيا وأنتم رأيكم في ذلك مشاهدنا شاركونا بتعليق أسفل الفيديو ليصلكم كل جديد ترجمة نانسي قنقر